السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اليوم متل ما مكتوب برنامجنا اليوم متل ما مكتوب ببنوان الفيديو بس قبل ما احكي عن البرنامج طبعا هو البرنامج مجاني بس قبل ما احكي عن البرنامج طبعا انا بدي سبدي شير لشغلي هوني وانا بتشكر كل شخص عم يدعمني ولو بلايك ولو بتعليق طبعا انا هوني قللت من الفيديوهات عندي طبعا انا مع منشور قللت من الفيديوهات والسبب هو اني يعني عندي مثلا فيديو بكم تعذب عليه وشي فيه خمسين مشاهدة او ميتش مشاهدة او تمانين مشاهدة طبعا متل ما شايفين انت هنا يعني الاخوة هنة نفسهم نفسهم يلي عم يدعموني يوسف احمد كريم عبدالقادر جزائري والاخ من مصر ايجبت بس ما فهمت انا شو الكنية هي بصراحة هون راح نشوف طبعا وانزل شوي شوي وراح نشوف طبعا هون ابو عبدا الناصر طبعا عبدالناصر والاخ متل ما حكينا كريم ومتل ما حكينا عبدالقادر عبدالقادر الجزائري طبعا متل ما حكيت ايجبت والاخ نور يعني في بعض الاخوة هنة اقترحوا علي طبعا والاخ فيه اخترح علي ليش ما بتعمل الدعاية لقناتك او للفيديو اللي لك طبعا انتو مثل ما تعرفوا انا من اول ما فتحت القناة ما طلبت من حد لا مشاركة ولا اشتراك ولا ارجوك اعجاب او شي بس صراحة انا عم فيدكن يعني المفروض تفيدوني كمان برضو كمان لازم تفيدوني يعني بارك الله ممنفاد واستفاد يعني شوفوا انتو التعليقات يعني هن نفسهم الاخوة نفسهم يعني ما بيزيدوا لا بينصوا يعني انا عندي 1400-1350 شخص طبعا يوسف احمد صباح ابو النور يعني متل ما شايفين هن الاخوة نفسهم لا حد زاد ولا حد قل يعني هنا طبعا الاخ ابراهيم كمان هو على طول بالاول هو والاخ عبدالقادر والاخ هون الجزائري كمان يعني انا برشعب لكم بتشكر لكم جميعا والاخ اللي يعني طلب مني اني اعمل دعاية لقناتي او هيك شي يعني والله صراحة انا ما بعرف شو بدي احكي طبعا وفي اخ هون انا ما فهمت صراحة هون الصورة الاسد ما فهمت شو الاسم بس كمان بتشكرك اخي والاخ الاسد الافريقي كمان بتشكرك يعني بتشكركم جميعا بدون استثناء شخص بتشكركم جميعا للدعم يعني هلا انت ما رات اخسر شي اخي اذا حضرت الفيديو مثلا شغلت الفيديو او اذا ما بدك تحضره في نكة تحط صامت مثلا وتقلب على تفتح نافذة جديدة طبعا هون الاخوة اللي طلبوا مني سيريال او طلبوا مني تفعيل طبعا اي برنامج طبعا والله في الوقت الحالي انا ما لقيت يعني في اخت ناسا طبعا والله انا ما لقيت سيريال للبرنامج اللي طلبت انتي او طلبتوا انتو ومالوير طبعا كمان صعب في الوقت الحالي ايجاد سيريال طبعا الاخ جلال ابو الدهب كمان يعني هيك وهيك نص على نص يعني هلا شو اللي بيرفع الفيديو هو انك تحضره للفيديو او اذا ما بدك تحضره وشغله وخليه يشتغل مثلا ونت افتح صفحة تاني وتفرج عليه انت بدك تتفرج عليه طبعا انا افتحت قناة تاني بصراحة اللي هي قناة اخبار وقناة هيك لاني ما حدا شجعني هوني بالقناة انو احط فيديوهات تاني غير البرامج يعني انا اخترحت عليك هون ورفعت فيديو اذا تتذكروا اخر فيديو يمكن او ما قبل الاخير بس ما حدا شجعني يعني ما حدا علق لي وشجعني حتى يعني اخلط هوني البرامج بين البرامج والاخبار فلهذا السبب انا افتحت قناة تاني اعملت قناة تاني وهذه القناة راح خليها للبرامج المجانية وللمشاكل يلي بتصير معكم انتو او يلي انا بشوفها طبعا يعني هي مشكلة ما حد ناشر عنا او ما حد يحاكي عنا طبعا متل ما جاي فين انتو فورا انا ارفعت فيديو عم حذر لي اليوتيوب بس رجعت رفعته مرة تاني طبعا انا قدمت التماس ورجعت رفعته مرة تاني هو ما في شي خطأ بس ما بعرف ليش هيك حزفوا ليها المهم طبعا هذا انا حكي يعني دعموني حتى انا ادعمكن يوميا في فيديو او كل يومين فيديو وان شاء الله ما كنت طولت عليكن بالحكي واللي بيحب يشترك بقناتي هاي دي الاخبار طبعا يحكي لي انا بحط له الرابط طبعا انا بجيب الاخبار من السوشيال ميديا سوشيال ميديا طيب خلونا نرجع على برنامجنا طبعا برنامجنا هو قفل الكاميرا بلوك كاميرا او ستوب كاميرا طبعا انت تحمل البرنامج رح يكون عندك البرنامج ملف مضغوط رح تعمل استخراج هنا رح يطلع لك البرنامج بهذا الشكل بالصورة هي نفسها طبعا الصورة طبعا لقناتي رح تضغط عليها ضغطين ورح تعطي نيكست تالي وبعدين هون انا هيك كاتب لك متل عادة متل كلمرة كاتب لك شوية حكي طبعا ما في لا شروط ولا في شي بتحط إشارة على موافق طبعا هذا رابط قناتي اليوتيوب بتنزل لتحت بتحط إشارة على موافق طبعا هي أنا معافي لا شروط ولا في شي بتحط إشارة على موافق وبعدين تضخط على نيكست تالي طبعا هون كاتب لك انا اذا كان لديك اي مشكلة مثلا ارجو التعليق مثلا او اذا كان لديك استفسار او شي يعني حط تعليق واذا ما رديت انا على تعليقه كاتب لك هوني سوف اجيب الرد عنده عندما اجلس خلف الانترنت يعني انا ما في شخص بيعلق لي وما برد عليه او بيحكي لي مشكلته وما برد عليه يعني حتى طبعا شخص صيني وياباني انا رديت عليهم طيب هون مكان التسبيت انت خليه مكانه يعني اذا بدك انت خليه مكانه واضغط انا فقط عندي قرص دي فاضي فارغ يعني ما علي ولا شي رحطه بقرص دي رحط البرنامج او الادات بقرص دي طبعا ايه اداة صغيرة جدا جدا يعني حتى مائلها مثل ما بيقولوا رقم مائلها يعني جميع الادوات انا يلي موجودة عندي على سطح المكتب واللي موجودة عندي على اليو اس بي لا تتجاوز اصغر برنامج عندك على الكمبيوتر طبعا هوني ما تحط اشارة اضغط فورا كمان التالي نيكس طبعا هون حط اشارة على الديسك توب ان شاء ايقون على الديسك توب وكمان نيكس تالي وهوني مثل انا ما كنت كاتب طبعا اني ويني لحفظ وهذا الشي طبعا وضغط كمان التالي نيكس طبعا هيك خلص انتهى تثبيت البرنامج طبعا انا كاتب لك انتهى تثبيت البرنامج لا تنسى الصلاة على النبي اللهم صلى على سيدنا محمد في امان الله مع السلامة طبعا انا هيك كاتب لك اياها يعني شو بيقولوا تزين تزيني طبعا هنا اشي الاشارة صح او خليها ما في مشكلة وضغط انهاء او finish حتى يفتح عندك البرنامج طبعا انا رشلت الاشارة وضغطت انهاء هلا افتح البرنامج طبعا البرنامج بسيط جدا جدا يعني البرنامج يعني من اسهل ما يكون طبعا اضغط ضغطين على البرنامج فتح البرنامج طبعا مثل ما شايفين اتو هلا هيك فتح معي البرنامج هلا انا حاطت enable و disable يعني ايقاف و قفل يعني هلا لو ضغطت انا ضغطة مثلا على disable انا ما حاطت اشارة صح رح يقللي حط اشارة صح طبعا مثل ما كاتب هون اني اني ما عندك كاميرا طبعا هو اوتوماتيك حط اللي اشارة صح هلا لو ضغطت هلا رح يخرج انا عندي برنامج استسمارت رح يمنع لاني انا مفعل برنامج استسمارت انه يمنع اي برنامج اي شي يعني بده يوصال على الكاميرا طبعا انا ضغطت disable هلا هيك مقفولة الكاميرا هيك مقفولة الكاميرا نهائيا يعني ما رح يقدر لا اي تطبيق ولا اي برنامج فتح الكاميرا حتى انت تضغط على كلمة enable يعني هي الفتح طبعا مثل ما شايفين هوني طبعا صارت باللون الاخضار يعني مسموح الوصول الى الكاميرا disable ممنوع الوصول الى الكاميرا يعني سهل كتير كتير هنه ثلاث خطوات او خطوطين يعني ايقاف وتشغيل طبعا انا ضغطت على الايقونة اللي باللون الازرق طبعا مثل ما تلكون انا انا مفعل برنامج اس سمارت حتى يمنع الوصول لاي برنامج يعني يا بسمح له اما ما بسمح له طبعا مثل ما شايفين اس سمارت قال لي اني في برنامج رح يوصال على الكاميرا ربما يكون محاولة اجلسة طبعا هو لا محاولة اجلسة ولا شيء طبعا اي برنامج انا هو اس سمارت بيكتب لي هذا الحكيه لي نبهني طبعا انا راح اعطي السماح انا راح اعطي السماح الوصول طبعا بعطي السماح الوصول تشتغيل الكاميرا طبعا مثل ما كل solutions انا اه تالت وحده فتح الكاميرا لي هي باللون الازرق طبعا من هون الاعدادات هلا انا هامفتوحة عندي الكاميرا بس انا عندي النور يعني مطفي عندي النور انا مطفي اراح شغل النور وارجيكم اني فتح الكاميرا طبعا هلا هيك فتحت الكاميرا معنا طبعا انا شغلت النور كان بالقبل مطفي النور طبعا هوني محل الادادات اضغطت على الادادات طبعا عندك اخر وحدة اللي هي خروج هيدي اللي بيلزمين فيها والدقة تعيد الكاميرا طبعا انت من هون بتختار الدقة تعيد الكاميرا طبعا انا رح اعمل خروج هلا متل ما تلكون انا هون دي سابل اطفاء هلا هيك مطفية الكاميرا لو شغلتها ما رح تشتغل طبعا هي الايقونة الزرقه فتح الكاميرا طبعا متل ما شايفين اني غير مسموح لوصول الى الكاميرا طبعا الخضره مسموح لوصول الكاميرا لاني لو رح تضغط على الايقونة الزرقه الاخر وحده طبعا رح تفتح الكاميرا مباشرة يعني انا شفته برنامج او اداتية ممتازة يعني جدا يعني فينك تطفي الكاميرا وتخلي عندك الادات يعني حتى ما يوصل اي برنامج للكاميرا يعني احنا بنقوم بتثبيت بعض البرامج طبعا ما بنقري الشروط يعني نعمل نيكس 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 بيقلو لك اقري الشروط ما بتقري انت الشروط طبعا في برامج بتقلك اني الشروط اذا بدك تثبت البرنامج لازم نوصل الى الكاميرا ولازم نوصل الى الصوت طبعا تعيد الصوت رح نشرحه كمان فيما بعد ان شاء الله طبعا هذا هيك البرنامج كان بكل بساطة هو ثلاث خطوات فتح واقفال ومنع وهيك بس هيك كان هذا اليوم حكينا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسونا الدعم ان شاء الله السلام عليكم اس ورحمة الله من هناك اشتركوا في القرآن